بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح دلوقتي الفيديو الثالث في الكورس بتاع Elastic في الفيديو الاولاني اتعلمنا ازاي نصطابه والصورس بتاع البرنامج نفسه موجود في اول كومنت في الفيديو ده في الفيديو الثاني اتعلمنا ازاي نعمل extension خضر النح rhyme دلوقتي ازاي اضطر الحغب فيBY و ازاي اضطر الحücks اول حاجة اقولها ان انا من خلال الم作ل انا عرض هلا بداخله الخطوط تمام التليفونات وهو ده المربوط على الاستيك ده للعلم بس تمام زي ما احنا شايفين ده شاكله انت مش في التراك ده بتاعنا زي هنتزبط بتاعته ودي هنبص هنا كده هلاقي عندي هنا فيه 8 خطوط انا اللي همني هنا حاجتين اللي همني الاكونت بتاعنا اللي عليه واللي همني ان الرقم الاي بي بتاعه كام في المثال بتاعي هنا هنلاقي الاي بي بتاعه زي ما هنشوف هنلاقيه 251 هذه الاستيك ده صعي بتاعتنا اول حاجة عليه 8 خطوط line التمانية شغالين هو ده تمام ودي الاي بي بتاعه اللي هو 10.00.251 تمام وتحت عطيك طبعا بيقولك 8 خطوط في اللحزة ده ايدل مفيش مكالمات شغالة عندك انا المعلومة اللي هاخدها من هنا انا عندي 8 خطوط والمعلومة التانية اللي هاخدها ان انا الاي بي بتاعي اللي هو ده 10.00.251 وطبعا 8 خطوط بتاع التليفونات دول كل واحد ده الرقم بتاعه اللي انا عارفه في المكان عندك انت عارفه تمام؟ دلوقتي هادخل على عايزة باللي بتاعي السيرفر بتاعي بالاي بي اللي انا ازبطته في الفيديو الاولاني هاي ساني عليوزا نيمور باسورد اللي انا برضه مامنينه مابل كده هيفتح ازا ما احنا شايفين الداشبورد الشغل الطبيعي بتاعنا الناس اللي محضرتش معنا في فيديونا اللي فاته هنلاقي ان احنا عندنا هنا مكاريتين اكستنشن واحد اللي هو بتاع الHR لما ندخل كده هيا وندخل عليه من بي بي اكس هنلاقي بي اوبريتور بانيل تمام؟ بيقول لك اي التليفونات اللي انت مكاريتها تمام؟ انا مكاريت واحد بس اخد دلوقتي ومكاريتين فاكس واحد المسامين وليب من الفاكس لست بيظهر قدامنا وكمان في ديونين اللي فاته اخر فيديو شرحنا ازا مناخد باك اوب تمام؟ واخدنا الباك اوب بتاعنا تمام؟ بالتاريخة اهو بتاعنا تمام؟ دلوقتي هنبدأ نشرح الشجر بتاع الفيديو ده هنخش على بي بي اكس هنخش على بي بي اكس هنخش على بي بي اكس هنلاقي عندي حاجة اسمها ترانك ترانك ده اللي هو هنزبط عليه الخطوط بتاعنا هننشتغل عليها تمام؟ حاول الوقت سيب ترانك على دي خالص بيقول لي هتسمي الاسم بتاعه ايه؟ تمام؟ طبعا علامة الاسم دي انا بوضح تاني للناس ده بيظهاري زي الهلب كده انا مسلا هسميه ده لين وان مثلا الخط الاولاني تمام؟ وتحت منحدد اللي هو الخط ده رقم مكان تمام؟ عشان نبقى برده فاكرينه شايفينا كده جماعة انا مسلا هكتب رقم تليفون بتاعي طبع ان ده رقم ده واهمي تمام؟ بس انت بتكتب رقم بتاعك بتاع تليفون اللي سيشتغل عليه تمام؟ تمام المعلومات دي اللي خاصة بيه كلها تمام؟ وحنرجع تاني للبيزي ده حنرجع له لما نيجي نعمل edit عشان نوريكو ده بتاعيه طبعا disable ده لو انا هوقف في الترانك ده انا بقى ما نكون فجرش بس مش عايزه يشتغل البريفيكس ده انه هو طريقة المكالمة بتاعته ايه وانه يطلع ايه وانه يطلعش ايه ده حنشوفها بس مش من هنا حنشوفها من الراوتنج لما نيجي نعمله الاوت باوند بتاعنا هنا بيسألني على السيكوريتي بيني وبين الترانك ده تمام؟ انا اخذها كوبية وبس حطيتها انت على حاسها بالجيتوي بتاعك بتحطها هنا تمام؟ شغل سهل جدا 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 جمعا تمام؟ الوزر نيم والباسورد والابي بتاعه والكلام ده هنا اليوزر لو انت لك اليوزر نفسه ليه باسورد او حاجه كمام من زودها انا هنا ما عنديش اي يوزر اي يوزر تمام؟ تمام؟ ده الكون في جيتوي الترانك الان ستسميه ايه؟ دايما ستسميه اسم يقبر عنه فانا سميته هنا مثلا 05 عشان ده الخط بتاع 05 وحقول له سميت بس في المنتهى البساطة اي بان كده زبطت اول الترانك عندي تمام؟ اللي هو اسمه line 1 واقول له ابله عشان ينفذ التغييرات ده خلص هو ليت اللين بتاعي هتلاقي ان في واحد فوقيه كمان جماعة موجود ده ايه؟ اه بايد فولت يعني تمام؟ انا عدد دي في لين تاني انا عاني تمام خطوط اي مفروض حقرر خطوة ليه تمام مرات بالتمان ارقام تمام؟ ما تنساش دايما فانا دا تحكريت line 2 بالمرة واحط الرقم بتاعه كالعادة والباسورد والاسم هتسمي ايه مثلا سميته 06 واحاجه هنا اهو احط الرقم بتاعه مثلا 12 تمام؟ مش هعمل ايه تغييرات هولو submit طبعا انا مفروضة شديد الباسورد بتاعت الوزر اه؟ ابل ايه تمام؟ ايه دي البلت اني اللي احنا قلنا عليه ممكن دا من هنا حبدأ دلته اهو يبقى معنى مش معنى انك عملت اهو حاجة نهائية لا انت ممكن تدلت زي ما انت عايز ممكن اخش اعمل edit فانا دلاتي هخش اعمل edit ايه يا جماعة اللي هو لو بيزي تمام؟ افضل الخط ده حد بيطلب ومشغول انت بتتصل حد من الموظفين عندك او حد انت من جوه بتتصل هيعمل ايه؟ هقوله يروح على trunk اللي بعده تمام كده عشان الترتيب بتاعنا زي ما عملت في واحد هعمل في اثنين برده نحن اخش اخش اعمل اخش 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 برده اللي هي خطوط اللي اتلع المكلمات هي كيفية؟ يسألني أول حاجة ستسميها ايه؟ ستسميها اكسيترنال لا تنسى الاستفهام الموجودة على الشمال تمام؟ تنسى المكلمات تمام؟ هنا الحتة اللي انا اريد ان اتحاولها البريفيكس المكلمات ستحاول على هذا الرنك تمام؟ تفتحوا الهلبة مثلا الاكسيت من 0-9 الزد من 1-9 تمام؟ على حسب ما اريد انا مثال هزبطوا الناو بتاع الموبايل تمام؟ فالموبايل سيبقى ايه؟ اقول له 0-1 صح؟ فعنا كتب 0-1 بيت الارقام هتبقى اي رقم صح من 2 من 0-9 هتبقى بيت الارقام عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكسيت هتبقى 0-1 وتسع اكسيت تمام؟ اوه مين اللي حتصل؟ هتبقى نقول له ما السامية اللي هي الوحيدة اللي انا عمله تمام؟ هيتطلع منين؟ هيتطلع من لين؟ لان لو لين 1 مشغول هيتطلع من لين 2 معايا؟ يفضل الاثنين وعين سيعمل ايه؟ ده الابتشن الثالث اللي تحت انت لو كل ترنك عندك مشغولة هتعمل ايه؟ هيروح الى ايفي ار وهنرف يعني اي ايفي ار ولا يروح اكستان شماعين ولا اي اوبشن من دول انا بس عايزه ما يعملش حاجره الاثنين مشغولين تمام؟ هقول له ابلو ايكون طبع يا جماعة مفهود اعمل ده ايه تمام؟ بعد ما خلش كل ترنكات اللي عندي كل ترنكات اللي عندي بس عشان وقت الفيديو فانا اشغلها على اثنين بس تمام؟ هقول له ابلو ايه مساحة اللي كان بلت اين الديفولت تمام؟ ادي الاكستانر بتاعتي ممكن اعدل ممكن اقول له ابلو ايه زي ما انا عايز يبقى كده انا عملت اول اوت باوند رول عندي ودي اللي خاصة بالايه بالموبايلات شايفين يا جماعة الترتيب اللي تحت ممكن اغير الترتيب لين وان اللي اول وعليين تو اول عكسه ممكن امسح بدليت طيب ده المكالمات اللي خارجة طيب المكالمات اللي جاية اللي بلو حد اتصل على ده زي اعملت في اوت باوند هبدأ ازبط عليه على اين باوند تمام؟ هنسميه مثلا اللي جاي من لين وان الرقم بتاعه اللي هو بتاع لين وان المكالمات اللي جاية منه تمام؟ هنعمل يا جماعة تمام؟ اول حاجة ما اسمي دين الامسال هسين ميوزيك انهولد هشاغل ميوزيك هل لا النام بتاعه ايه الشكل بتاعه ايه ممكن نسيبه بلانك يعني اي شكل جاي على الرقم ده سواء كان موبايل سواء ارضي سواء دولي ما تفرقش معايا تمام الالارت بتاعه هانا يهمني تحت هنزل تحت كده طبعا ده ايدي برضو لو حد معايا تمام؟ طبعا الهلب مفيد جدا معايا وانت بيسهل عليك كتير يعني الخط ده لو انت بيالك ممكن بتاع الخطين اللي انو خط هو اللي اللي كلام مباشر وترجمة حرفية يعني ما فاش شغل كتير يعني هنزل تحت كده طبعا من ضمن الحاجات الموجودة الفاكس ده الخط ده ممكن يتساق بالفاكس ولا اقا يعمل تبنوع الفاكس اللي عندك ايه تمام؟ طبعا احنا مزبطينه الفاكس عندنا على سيف حاوله سيف والوقت بتاع كاميرا لنا وهو اوتوماتيك هيعرف الفاكس من ايه تمام كده؟ انا طبعا في الخط ده في الشرح مش فاكس اللغة ما علينا مالاش مقافاش مشكلة هنبص تحت المكالمة بقى يسجل مكالماته لا انا اقتروه يسجلها ايه لما الخط يتفتح مش محتاجين يسجل الريانات عندنا تمام؟ طب المكالمة اللي جاية هيعمل فيها ايه؟ هيوديها لانه اكستنشن اللي هو الريسيبشن مثلا بتاعك فانا ما عنديش غير اكستنشن واحد فما طبقته اللي هو مية انت عندك طبعا في الشغل العملي هتلاقي عندها اكثر من اكستنشن ممكن تختار اكثر من اكستنشن اخلي بالي من حاجة ده معناته ان مفيش رسالة هتظهر للشخص اللي المتاصر ده هتحول المكالمة اللي هتيجا على الخط ده هتتحول اوتوماتيك عليه تمام؟ طب انا لو عايز الرسالات صوتية تظهر او حاجة ده حاجة اسمها اي في ار تمام؟ بدأ ما اختار اكستنشن مفهود اقول له ال اي في ار اللي اسمه كذا تمام؟ اهو ادي اي في ار اهو اكيد حيسأني حيقول انت هيتحول عنه اي في ار فانا هقول له نيو عشان ما عنديش اهو انا ممكن عندي اكثر من اي في ار اه طبعا انا ممكن اضيف ال اي في ار من قد نيو تحت ممكن من اي في ار زي ما احنا شوفنا كده وحقول له قد اي في ار هيسألني اسمه ايه؟ انا مسلا هسميه ولكم اخبرت وده اخبرت عن اي اي الاخترار اخبرت اذا اخبرت انه ال ، الـ و المينس بتكبر شاشة بتظهر الاخترار وتقللها تمام زي ما انتم شايفين كده انا قللت البرميشن بدون الابشن بدون ازل فلما اضغط على زي ده بتظهر تمام النقص بتقلل زي ما احنا ايه عايزين ما تقلقش لو هيخطفت عندك يعني تمام دايريكت 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 ديه برعا يا جماعة دي مهمة ان الشخص المتصل لو عارف الاكستينشن الداخلي عندي هيحول اوتوماتيك تمام كده انا في المثال ده ايلو ديسيبل انت لو عندك سامح بكده تمام فحتلاقي ان انت ايه 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 اي ، مثلا ايه اكتب المثيل مسجلة عديا، ايه 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 اخطرة بالجام بروغة للغة اتى ان bit�로 و احدة قليلها انت الجام van. او شغاله يسمع رسالة اخرى اي في ار زي اللي هو يختار الخطأ ممكن هو ما يختارش يفضل شغاله وما يختارش دي اللي اسمه تايم اوت لو تايم اوت جيه هيسمع عنه رسالة هيحوله فين نفس الطريقة نخلي بان يا جماعة ان الاسواد هي دفولتة احنا دلوقتي برضو هنشوف ازاي بنرفع الرسالة الصوتية بتاعتنا هنا الاختيارات بتاعته لو يضغط على زرار رقب ايه مثلا او ثلو سفر لما يضغط على سفر هاي ودي فين مثلا يسمع اسئلة تانية اي في ار ولا يودي اكستنشن تاني ولا اي اوبشن من بتوعنا فانا هنا هاوله مثلا اكستنشن تاني اللي هو ايه مية انا ممكن احط كل بقى الكيل انا عايزها تمام طبعا انا ممكن اقوله اي في ار بس انا لغاية اللحظة دي ما عنيش اي في ار تاني اللي هي قايمة تانية تالتة ربع يسلموا بعض وكلهم بنفس الطريقة معايا واقول له صمت كده انا خلصت الاي في ار بتاعي حضرته تمام كده فانت لو دخلت هناك على الامباوند بتاعك ممكن اخش اخطار الاي في ار اللي هيسمعه الشخص او هيتعمل مع الشخص يبدأ عشان انا اعمل كده لازم اخش على الاكتنشن تاني معايا على الامباوند واخش على الروزة انا اعملها تمام واقول له ان ده هيروح الى فين هيروح الى الاي في ار اللي اسمه كذا اختار ولكم وقول له صمت يبقى كده خلاص الشخص رح يتصر حيسمع الرسالة لي خلي بالك انت غاية دلوقتي يدير رسالة لدفولت بعتأسرك بتعتايزة بالله اسف طب انا بعد اشوف الاصوات بقى ارفحها هنلاقي عندي حاجة اسمها system recording لما ادخل عليها تظهر القائمة زي ما احنا شايفينها كده هنلاقي عندي حاجة ليه اشتني هو الواحده شغال تمام اهي اتظهر اللي تحت هقول له save يبنى كده اول رسالة صوتية رفعتها اللي هي بالاسم اللي هي morning day او record day اهي سمعت عندي في اليمين اذا انا عندي رسالة تانية مثلا واحدة بالنهار واحدة بالليل فدي اهي اختارها واحدة تانية اهي واحدة تانية اهي وقول له upload upload برضو اهي اهي اذا كده رفعت ملفين صوت عندي تمام ممكن ارفع بالعدد اللي انا عايزه نقص اروح بقى على avr نفسه اقول له شغل رسالة دي امتى ودي امتى اقول الavr فلاني رسالة فلانية ادي مسلا هي بدل default ظهرت عندي الاختيارات بتاعتي بختار السابة انا عايزه هقول له submit بس كده هنقول له قبل غريب احنا كده خلصنا الكورس الفيديو ده شكرا موسيقى